ميكانيك مختار، دليلك للتعلم اضغط على زر الاشتراك الآن لا تكن ضيفاً وكن جزءاً من العالم أهلاً بكم إعزائي متابعي ميكانيك مختار اليوم هنتكلم حول موضوع مهم جداً في هذا الفيديو نقوم بمقارنة تفصيلية بين محركات البنزين أو الاشتعال بالشرارة ومحركات الديزل أو الاشتعال بالضغط يغطي الفيديو جميع النقاط الرئيسية تقريباً بدءاً من الاختلافات في طريقة حدوث الاحتراق بالإضافة إلى شرح عملية احتراق الديزل بالتفصيل بعد ذلك نشرح لماذا لا تدور محركات الديزل بنفس السرعة وبعد ذلك نتناول الموضوعات المتعلقة بنسب الانضغاط والقوة وعزم الدوران والكفاءة والانبعاثات وعمل المتعة في الأساس تشترك محركات الديزل والبنزين في تشريح متشابه للغاية وهذا منطقي لأنهما محركان احتراق داخلي مما يعني أنهما يقومان بالاحتراق داخلياً ما يختلف هو كيفية احتراقهما تعتمد محركات البنزين على شرارة لإشعال خليط الوقود والهواء بينما تتخلى محركات الديزل تماماً عن شمعات الإشعال وملفات الإشعال وما شابه ذلك لصالح بدء الاشتعال ببساطة بحرارة الهواء المضغوط داخل المحرك وهذا يؤدي إلى أحد الاختلافات القليلة في التشريح بين محركات البنزين والديزل في الواقع لا تحتوي معظم محركات الديزل حديثة على غرفة احتراق وبدلاً من ذلك يتم تحقيق أصغر حجم لأسطوانتها من خلال الفراغ في المكبس لذلك تتمتع محركات الديزل بحجم أصغر الأسطوانة مما يحقق نسبة ضغط أعلى تعني نسبة الضغط الأعلى المزيد من القوة والمزيد من الكفاءة نظراً لأن خليط الوقود والهواء يحترق في مساحة أصغر يتم نقل المزيد من الطاقة إلى المكبس مما يؤدي إلى تسخير المزيد من الطاقة المخزنة في الوقود ولكن هناك ثمن يجب دفعه مقابل الكفاءة الأعلى الناتجة عن الاشتعال بالضغط وهو طفرات ضغط الأسطوانة الناتجة أثناء عملية احتراق الديزل كما تعلم تدور معظم محركات الديزل إلى أي مكان بين 400 و 500 إلى 500 دورة في الدقيقة من ناحية أخرى تدور محركات البنزين عادة إلى أي مكان بين 6 و 1 إلى 19 ألاف دورة في الدقيقة الآن هناك سببان لهذا الأول هو أن طفرات ضغط الأسطوانة تتطلب أجزاء داخلية ثقيلة السبب الآخر هو أن معظم محركات الديزل أقل من المربع من حيث التصميم ولكن السبب الأخير هو المفتاح وهو أن محركات الديزل لا تحتوي على نطاق واسع من التحكم في توقيت الإشعال لا يمكنها التحكم في توقيت الإشعال للتعويض عن زيادة سرعات المكبس لأنها لا تستطيع بدء الاحتراق إلا عندما يكون الهواء ساخنا بدرجة كافية ويكون الهواء دائما في أعلى درجات سخونته عندما يكون المكبس بالقرب من أعلى نقطة ميتة من ناحية أخرى يمكن لمحرك البنزين المزود بوحدة حكم إلكترونية وشمعة إشعال وملف إشعال أو ملف على شمعة إشعال أن يشعل الشرارة تقريبا في أي نقطة في شوض ضغط المحرك نعلم جميعا أن محركات الديزل هي أيضا محركات أكثر كفاءة مرة أخرى السبب هو نسبة الضغط الأعلى والقدرة على استخلاص المزيد من الطاقة من الوقود السبب الآخر هو أن محركات الديزل ببساطة تستخدم وقودا أقل لديها خليط وقود هوائي أو غير متجانس مما يعني أن جزءا واحدا فقط من الهواء يختلط بالوقود مما يسمح لمحركات الديزل بالعمل بشكل هزيل للغاية من ناحية أخرى تضغط محركات البنزين خليطا متجانسا من الهواء والوقود مما يعني أنها يجب أن تقلق بشأن حدوث طرق مما يحدن من نسبة الضغط الخاصة بها تقدم محركات الديزل الوقود في وقت لاحق كثيرا في الأسطوانة في نهاية شوط الضغط قبل ذلك تضغط الهواء فقط مما يعني أن الطرق لا يمثل مشكلة وقود الديزل نفسه